قبل ما اتكلم في اي حاجة واتكلم على ضيفي النهاردة عايز اتكلم على مباراتنا النهاردة مباراتنا مع استاد ابيت جان واللي فوزنا فيها اربعة اتنين لكنه الحقيقة الناس مش مبسوطة قبل لانه لما بتقع بعد 26 دقيقة 3 صفر مع فريق زي ده اكسب خمسة وستة وسبعة او على الاقل حافظ على شباكك نظيفة على الاقل على الاقل اقل القليل يعني لانه خلاص الدنيا حلوة ونغمتها حلوة والمطش كهروب جاب جنة في البداية وقفشها جاب جون وبعدين الشحات جاب جون فالدنيا حلو ومع ذلك في الدقيقة 30 دخل مرمانة هدف مع بداية الشوت تاني كهربا جاب جونة فيه احلى من كده بقنا اربعة واحد فتح التاني لكنه بكل اسف برضو حالة من التوهان حالة من الثقة الزايدة معرفش اسميها ايه يقوموا يجيبوا جون تاني وبعدين واحدة في العرضة واحدة يشيلها الديفنس بصعوبة ليه وبنضيع اجوان والمرمى خالي بتضيع صحيح المساعد حرمنا او الاثنين المساعدين حرمونا من ثلاث اهداف مؤكدة او شبه مؤكدين لكن هذه اخطاء بتحدث في كرة القدم والفارق في المستوى شاسع ما بين الاهل يستدقى بتجل لازم هنا نتكلم بامانة يعني دي نقطة النقطة التانية الحقيقة الراجل النهاردة ادي افشه فاقفشه قال انا كنت عايزة لعب فسجل وصنع وتقلق ادى الكهرباء كهرباء قال له انا هداف لما هاخد الفرصة كاملة ودماغي تبقى رايقة هجيب الجوان صحيح بضيع لكن جاب بدل الجون اتنين حاجة جميلة جدا شحات كالعادة بيسجل والدنيا ماشية بشكل كويس مع بعض اللي عبتهم يمكن دول كانوا افضل لعبت النادي الاهلي افشه كهرباء الشحات طاهر دول كان الافضل يعني البقين النهاردة الحالة ما تعجبش الناس كلها لانك كمان النهاردة بتضيع ارقام خياسية بالجملة انت بقى لك قد كده ما دخلش مرماك هدف 12 مباراة متتالية من مارس السنة اللي فاتت ما دخلش مرماك من ساعة سانداونز اكتر من هدف فبتحطم ارقام موجودة عندك ليه تضيعها فمباراة سهلة زي دي مع الفريق اللي هو مش مرشح لاي حاجة في المجموع لان عندك مطشين صعبين عندك ايرلاندو بارس الجنوب افريقي وعندك شباب بولوزداد الجزائري فمطشين صعبين عايزين اولا تقاهلنا يبقى سهل مش عايزينه يبقى صعب ده مهم جدا بالنسباننا ومحتاجينه جدا جدا ان التقاهل ما يبقاش فيه صعوبة بالنسباننا ونتقاهل بامر الله دوري ولازم تطلع من المباراة دي تخش على الدوري تبقى قوي تخش من الدوري على ماتشاط افريقيا تبقى قوي تخش من ماتشاط افريقيا على طلت التحدي تبقى قوي وتدي جرس انزار للجميع الفوز مهم ثلاث نقاط مهمة غالية جدا مبروك علينا لكن حزاري من مش عايز اقول الاستهتار من الثقة الزائدة في المباراة القادمة الاعدة تحلى والصهرة تحلى لكن بعد ثواني ترجمة نانسي قنقر